وصرنا بآخر فقراتنا ومساحاتنا الصباحية واليوم في أسئلة وطروحات وصلتنا على صفحة البرنامج على السيشال ميديا بخصوص مواضيع بتخص وزارة التربية ضيفنا لليوم أكيد حيجاوبنا على هدول الأسئلة وهو الدكتور عبد الحكيم الحماد وهو معاون وزير التربية سعد صباحك سهلا بحضرتك نحاول نستغلل الوقت البسيط المتبقي خلينا بالبداية قبل ما نحكي عن الاستفسارات مع نهاية العام 2022 أخذ في خطة كبيرة كانت لوزارة التربية على الأرض قداش فعليا نفذت هاي الخطة في أعقابات أو صعوبات واجهتكم في نقاط أساسية كنتوا حابين فعليا تحققوها وكملتوها صباح الخير صباح النور طبعا شكرا للإخبارية لإهتمامها بالشأن التربوي وبقضايا المعلمين ومدرسين وأبنائنا الطلاب والتلاميين طبعا الخطة اللي كانت موضوعة بعام 2022 نحن لدينا خطة حتى نهاية 2023 لدينا إذن خطة بعيدة إلى 2025 ما تم الجزء الذي تم تنفيذه في عام 2022 هناك عمليات تقويم الآن لتعرف مكان من الضعف في هذه الخطة والمتابعة والمعالجة فنحن عندما نضع الخطة نضع المؤشرات المعيارية لهذه الخطة ولكل بند من هذه البنود ونتابع هذه الخطة على سبيل المثال يبدأ العام الدراسي في اليوم الأول قد وضعنا أيضا خطة العمل للامتحانات في الصفوف الانتقالية وفي الصفوف الشهادات مع نهاية العام وتقيين نتائج أعمال هذه السنة من خلال هذه الامتحانات وكفاية المنظومة الداخلية للمنظومة التربوية وبالتالي هناك بعض الصعوبات التي تواجه نعم تنفيذ الخطة بجودة عالية لكن هذه الخطة نفذاتها بشكل جيد لكن نأمل ونطمح دائما أن تكون بشكل أفضل صحيح عم نحاول ننتقي كل الأسئلة التي وصلتنا اليوم هم نكتار ومهمين ولكن كرمونا الواحد سنجد بسرعة على هذه الأسئلة استاذ في سؤال وصلنا لماذا لا تنال معلمة الاحتياط طبيعة العمل 40% على الرغم من تواجدها بالصف في أغلب أيام الأسبوع حتى في حالات الصحية عم يكون فقط 10% بالنسبة لمعلمة الاحتياط أو معلم الاحتياط بشكل عام هو ليس في غرفة الصف وإنما هو بشكل احتياط عندما يتغيب معلم لضرف طارق أو ضرف صحي يدخل قد تكون أسبوع في الفصل الدراسي أو أسبوع في شهر وبالتالي هو ينال ما هو يناله الإداري وعندما يأخذ هذه النسبة 40% سأقول إننا الشواغر يعني عم نقول الاحتياط يعني أننا الاستفسار كان طبعا هنا في بعض المحافظات الاحتياط صحيح وليس في جميع المحافظات صحيح لا تستطيع أن تكون يعني هو عم يقول أنا مثلي مثل المعلم يعني عم نقوم بهذا المجهود هو مسمى معلما لكنه احتياط وبالتالي هو لا يدخل إلى غرفة الصف إلا في حال غياب المعلم المسؤول عن هذه الغرفة الصفية وقد يحتاجون إليه أسبوع في فصل الدراسي أو في شهر أسبوع وبالتالي من العدالة لا يتساوى مع المعلم أو المدرس إذا يوم يومين مختلفنا بس نحن نحن نحكي عن نقص ببار الحافظات كبير فهن يغطي هذا المعلم الاحتياط إذا بنا نرجع هو معلم الآن في غرفة الصف وليس احتياط إذا نرجع للسؤال شفنا يعني فيه استفسارات كتير حور المعلم الصف أنه هل وزارة التربية سترجع تعيد الالتزام فيه لأنه شفنا بالمعاهد تم عودة الالتزام بعدد من المعاهد فيه ضمن خطة طابل 2023 أو لا؟ هل هي خطة بعيدة بعد؟ بالنسبة لمعلم الصف خريج كليات التربية على انتداد أراضي الجمهورية العربية السورية لدينا 14 كليات تربية صحيح وهذه الكليات تخرج معلم صف بالتالي هناك مسابقات لهؤلاء أما المعاهد التي الآن هي وفق الحاجة والحاجة القصوى على سبيل المثال لسنا بحاجة إلى معلم صف حتى يكون هناك الالتزام وإنما هناك مسابقات تقوم بها وزارة التنمية الإدارية حسب الحاجة عند الحاجة ممكن يصور في الالتزام؟ عندما تكون لدينا حاجة كبيرة جدا في اختصاصات علمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والفرنسي والمعلومات نقوم بقاعدة اتتاح هذه المعاهد وحتى نقوم بتوطين التعليم في هذه المعاهد وفي هذه المناطق حصرا في المناطق الريفية لتتبع لمراكز المدن في المحافظات التي تم الإعلان عنها بافتتاح معاهد لهذه الاختصاصات وبالتالي الآن لا يوجد لدى وزارة التربية خطة للالتزام عندما نقول في حاجة بالمستقبل ممكن؟ عندما تكون هناك هذه القضايا تدرس في وزارة التربية وعندما تكون هناك حاجة على سبيل المثال عندما احتجنا إلى هذه الاختصاصات قمنا بإعادة اتتاح هذه المعاهد والالتزام للخريجين في المنطقة التي تقدموا إليها طالما ذكرت حضرتك المعاهد هناك سؤال وهو تكرر من الأسئلة التي وردتنا على الصفحة عم يسألون عن مفاضلة معهد إعداد المدرسين شفنا أنه كان الفيزا والكيميا من ضمن المفاضلة واللغة الإنجليزية والفرسية اليوم رح نشوف المفاضلة رح تشمل معاهد التربية الرياضية والموسيقى أو لا؟ ما في خطة له طبعا وزارة التربية لديها المعاهد التربية الرياضية قامت بالمفاضلة وأزرت النتائج لكن هذا ليس بالتزام يعني ليس ملتزم وإنما هو يتقدم إلى مسابقة حين الإعلان عنها ما في إضمان الملتزم اليوم الوزارة فيه؟ والتشكيلية والمعاهد الموسيقية فهي قائمة في وزارة التربية وعلى حسب الاحتياج يتم الإعلان عن هذا الاحتياج وتزويد وزارة تنمية إدارية به للإعلان عن المسابقة بس ما في التزام اليوم بين وزارة التعيين؟ الالتزام من هذا العام لا يوجد لا يوجد بالنسبة للمعاهد الثلاثة معاهد التربية الرياضية في وزارة التربية ومعاهد التربية الموسيقية ومعاهد الفنون التطبيقية والتشكيلية أما الالتزام تم حصره بمعاهد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية حسب الاحتياج والرياضيات والعلوم طبعا علوم هي تتضمن علم الأحياء والفيزياء والكيمياء التحت صحيح ذكرناها في حلقة سابقة معك دكتور ويمكن هذا الاستفسارات طبيعية من حق الناس تستفسر معهد التربية الرياضية كان ملتزم في الدولة وتم التغال الالتزام لهذا السؤال متردد بشكل دائم خلينا نحكي بكل يمكن حلقة بيكون معنا ضيف من وزارة التربية نفس السؤال بشكل كتير كبير بيجي الاستفسار عنه نقص الكتب بعدد من المدارس رح يتم معالجته ولا ضمن الخطة عم يتم معالجته تدريجيا لأنه في بعض المدارس عندها كتب قديمة مهترئة يعني فيه صعوبة وفيه نقص أغلب المدارس طبعا شكرا لتوجيه هذا السؤال حول نقص بعض الكتب في بعض المدارس طبعا نحن مستويات في وزارة التربية قد استوفت الخطة الطباعية ووزعتها إلى مراكز أو منافذ توزيع هذه الكتب في المحافظات وما على الإدارة المدرسية إذا كانت في مرحلة التعليم الأساسي فهي الكتب مجانية وإلزامية وتذهب إدارة المدرسة ترصد هذه الاحتياجات وتقوم برصد هذه العداد نعم مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الصف التاسع هي كتب مجانية كان عم يحقق قيم القيم المادية لنسخ أسعارها في المرحلة التنوية في المرحلة التنوية في المرحلة التنوية كان في تداول عنده مثلا صف تاسع أو بكالوريا زميلتنا الكلمة يعني نسختين عم يكونوا مبلغ كبير أو صغيل زميلتنا الكلمة وزارة التربية أوزدت جميع الحلول وتسهيل وتسير خلينا نحكي عنها على الأولياء يعني من الصف الأول وحتى الصف التاسع هي مجانية صحيح وبالتالي يذهب تذهب إدارة المدرسة إلى مديري التربية وتقوم بختم هذا العدد ويذهب إلى مسودع الكتب المدرسية ويتسلم معها ينقصه تماما بالنسبة للمرحلة التنوية إذا كان هناك أكثر من اثنين في المدرسة وهم أخوة فارتأت وزارة التربية أن تقوم بتسليمها من نسخة مجانية وبالتالي وجدت وزارة التربية هذه الحلول لكن ضمن الضوابط التي تراها مناسب قبل أن نسكر القصة الكتب والنقص الكتب وردنا استفسار نحن على الهواء دكتور من منطقة جبلة عم يقولون في بعض الروضات التي أنشأتها الدولة ضمن المدارس الحكومية أنه إلى شهرين دولة الروضات مبلشة وما في كتب لهذه الأطفال اللي هنون بالروضة سلموا نكتاب واحد وإذا بنحدد اسم المدرسة قرية حرف الساري موجودة المدرسة اسمها قرية حرف الساري نحن عندما أخرج من هذا اللقاء سأقوم بالمتابعة لهذه الروضة في مدينة جبلة مع زمينا مدير التربية وإذا كان يسمعنا سيقوم بالمعالجة قبل أن أتصل به لكن رياض الأطفال ليس لها كتب وإنما لديها كراسات وخبرات وهذه الكراسات المتوافرة وأيضا في مستودعات بيع الكتب أو تسليم وتوزيع الكتب في المحافظات فما على إدارة الروضة إذا كانت هي ضمن مدرسة يعني هناك شعب استعدوا من عمر خمس سنوات فإذا كانت من هذه الفئة ما عليهم إلا أن يذهبوا إلى مستودع الكتب والإتيام بهذه المساعدة شكرا للتسمية بشكل دقيق حتى نستطيع المتابعة الدقيقة نتمنى عطول التواصل بشكل مباشر لحل كل المشاكل دكتور خلينا نحكي معك عن فينا نقول الاختبار الكتابي للموجهين الاقتصاصيين يقام بـ 26-11 يجينا استفسار شو هو طبيعة هذا الاختبار وبعد هذا الاختبار شو الإجراءات التي ستقوم فيها من قبل وزارة التربية طبعا حتى تكون هناك موضوعية ومصداقية في الانتقاء عندما نريد أن ننتقل موجها اختصاصيا أو موجها تربويا أو موجها أولا من الزملاء المدرسين ومن خيرة الكفايات والخبرات فمن تنطبق عليه شروط العشر سنوات كما نص عليه القرارة 853 لعام 2008 للقيادة المركزية بأن تكون لديه خبرة في التدريس عشر سنوات على الأقل ويحمل دبلوم تأهيل تربوي فهذه الحالة عندما هناك عدد كبير جدا من الزملاء المدرسين الذين تنطبق عليهم لابد من انتقاء من دويق كفايات العالية في مجال الاختصاص لأنهم سيصبحون من يشرفون على هذه العملية الميدانية وسيوجهون ويتابعون أعمال المدرسين في صفوف المبتعي لابد من إجراء اختبار لمن يودون الالتحاق بمنظومة الإشراف التربوي أو التوجيه الاختصاصي والتربوي كما تم تسميتها مؤخرة والهدف هو نوعية هذه الاختبارات هي عالية المستوى في المجال الاختصاصي سؤال لحضرتك دكتور يقولنا أن المحدد مركز عمله هيتعامل معاملت المدرس كمدرس أساسي أو هيكون كدرجة ثانية المدرس المحدد مركز عمله إجا تحديد مركز عمله كيف سيتتم التعامل معه هل سيكون أسوى بالمدرسين الأساسيين أو ممكن يكون درجة ثانية المدرس أينما كان فهو مدرس في الجمهورية العربية السورية وله كرامة المدرس أينما كان سواء كان محدد مركز عمله أو في المنطقة أو في المحافظة أو في المدرسة التي تم تعيينه بها بشكل مباشر وبالتالي لا فرق بين هذا وذاك وفي أي مكان كان طيب دكتور يجتنا استفسارات كثيرة حول معلم وكاله يعني ما بدي يختصره بشكل عام من هو المعلم اللي يحق له يكون طالب أو خريج معهد أو خريج جامعة يحق له يكون مدرس بالوكالة يعني عم يقول فيه تعارض ببلاغات التربوية ما بدي يوقف عنده من دخليني يحكي الشروط أو من هو اللي يحق له عندما يتقدم عندما يتقدم إلى يطعن ما في بلاغ وزاري تعارضه مع بلاغ وزاري سابق لكن هلأ بنا على الاستفسارات اللي اجتنا يعني يعني عم يقول فيه عدة بلاغات أنه خريج ولا سينة ثالثة ولا رابعة عندما يتقدم إلي خريج جامعة ويطلب كيف نتعامل معهم مع هؤلاء الزملاء الذين تقدموا إلى وكالة اختصاصية فعندما توافر فيه الشروط الآتية أن يكون خريجا حسب الطلب والحاجة في مديري التربية أن يكون نصابه كامل حتى يحصل على وكالة اختصاصية بنصاب كامل حتى لا يروح إلى منظومة الساعات والتي لا تفي بالغرض بالنسبة لهذا المقلل وبالتالي أصدرت وزارة التربية لم تلغي القرارات السابقة وإنما أجابت على سؤال الميدان هل نعطيهم وكالة اختصاصية على سبيل المثال بدلا من أن يأتي سنؤول ولدي خريج ترجمة على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية فكلفنا بوكالة اختصاصية كاملة سواء كان في صفوف الحلقة الأولى أو الثانية أو في المرحلة الثانوية بوكالة اختصاصية لكن عندما يسأل هل ستصبح هي شهادة تعليمية لكن هذا لسد النقص والثغرة وفق الاحتياج لكنها ليست شهادة تعليمية وإنما ما درسه هذا الطالب في الترجمة للغة الإنجليزية أو الفرنسية هي إعداده مترجما وليس معلما وخريج أدب إنجليزي عنا شكوى من إحدى المدرسات التربية الرياضية بمدرسة الأهلية الوطنية بمشروع دمر الأنسي عم بتقول أنه هي تم فصلها بدون سبب مقنع وتم فصلها عن طريق رسالة على الواتساب بعتولها رسالة أنه تم الفصل على ما يبدو صاير مشكلة سوء تفاهم الأنسي عم تقول أنه أبدا الحقموا عليها بهيك حالة هي لمين ممكن تلجأ هلأ هي تعمل بموجة بعقد لدينا في كل مديرية التربية هي تتبع لمديرية التربية دمشق أعتقد بإمكانها تتقدم إلى مديرية التربية إلى دائرة التربية الخاصة وتدفع شكوىها وتتم المعالجة إما على مستوى مديرية التربية أو على المستوى المحوظين لا يحق الفصل إذا في عقد سيتم التطقيق في مثل هذه الشكاوى لأننا نسمع من طرف واحد لن نسمع من الطرف التاني طيب نحن وقتنا خلص دكتور لنشكرك يعني حاولنا بخلال وقت الأصير في كثير من الأسئلة والاستفسارات خصوصا ما يخص قطاع التربية ووزارة التربية نحن جاهزين في وزارة تربية إجابة لكي نقدر نحو كل الأسئلة أو يافت الحلقة خاصة صحيح نحن جاهزين في إجابة نحن جاهزين في إجابة طبعا توجيهات سيد الوزير دائما للمعالجة السريعة لأي مشكلة تواجه عمل المدرس في الميدان أو لأي قضية تربية بشكل عاجل والمتابعة لهذه المعالجة أكيد بالخطام بدنا نتشكرك أهلا وسهلا فيك شكرا كثيرا لك شكرا دكتور لحضورك وتحياتنا لك ولكل وزارة التربية ولكل العملية ضمن الوزارة أهلا وسهلا بكم معالم التربية والجهود التي تكون فيها وزارة